السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف السادس الابتدائي رح ناخذ صفحة 101 فقرت اتأكد وان شاء الله على الفيديو اللي يجي ناخذ صفحة 102 احنا شرحنا صفحة 100 النسبة والمعدل الدرس الاول من الفصل النسبة والتناسب وان شاء الله اليوم رح ناخذ فقط ظني السبع تمارين اتأكد اكتب كل مما يلي على صورة نسبة في افسد صورة 1.2 نسبة الى 24 يلا عيني خلينا نحل بالورقة نحل مع الشرح نحل sollen تعاني اولا مطيني واحد فاغتي اثنين نسبة الى 24 زين شون أحلها راح نقسم أول مرة نقول هنا الحل واحد واثنيين وهنا نقسم علي من على 24 فراح شي سوي راح أضرب بعشرة لأن عدي هنا مرتبة وحدة الفوق البسط راح أضرب بعشرة بالبسط وأيضا بالمقام أضرب بعشرة إذا أضرب بمية هم البسط بمية والمقام بمية حتى لو بألف لازم البسط بألف والمقام بألف فهنا شو نقول نحرك الفاصلة مرتبة وحدة إذن 12 في 1 12 حركناها مرتبة واحدة باتجاه اليمين وهنا 24 مرتبة وحدة هم حركناها صارت صفر إذن نقول 12 على 24 أكو بيها اختصار ناخذها على 12 بيها واحدة 24 على 12 بيها 2 والصفر ينزل ويساوينا 1 إلى 20 أو تردون تكتبون 1 إلى 20 هيتي بس هنا تخلوها هيتي أفضل هذه يا هي هذه أولا نشوف ثانيا ثانيا يقول لي 0 و 3 جزء من 100 نسبة إلى 0 و 9 هم نفس الشي راح شأسوي زين تمام راح أخليه خط كسر وأخلي 0 و 3 جزء من 100 وهنا 0 و 9 لحظوا هنا البسط من 100 والمقام من 10 فش راح أسوي راح أباوع على البسط نباوع على اليمن على البسط فلما نباوع على البسط نضرب بمية نضرب البسط بمية والمقام بمية ليش بمية لأن هنا عدي مرتب دين فراح نضرب بمية وهنا المقام أيضا نضربها بمية ويساوي قلنا نزل الـ 3 3 في 1 3 والصفرين أنزل هنا والمرتبة شكم مرتبة تحركت هنا مرتبة وخل صفر وهنا هم نفس الشي هم 9 وتحركت مرتبتين هنا عدي أنزل الصفر ونزل صفرين فما كو داعي يعني نحذف ذني هذا وحتى هذا نحذف ونحذف ذني الصفرين ويساوي 3 على 90 هاي الناتش طلع عندنا 3 على 90 هسا نبدأ نختصر على 3 بها وحدة 9 كم 3 بها 3 والصفر ينزل ويساوي 1 إلى 30 هاي 1 إلى 30 أو تردون وتكتبون 1 إلى 30 هاي هذي ثانيا نشوف ثالثا أنا أنا غير القلم ثالثا مطيني 6 ملي متر وواحد وثمانية سنتيمتر زي ثالثا 6 مطيني ملي متر ومطيني سنتيمتر فنحول السنتيمتر إلى ملي متر يعني شو نقول نحولها هذي الواحد وثمانية نضربها بمن بعشرة ويساوي نثمنتعش في عشرة يطلع نثمنتعش ملي متر لأن مرتبة وحدة تحركت ما راح أكتبها فأقول 6 ملي متر على يمن على 18 ملي متر هنا شو سوي نختصر على 6 بها 1 و 18 كم 6 بها 3 ويساوي 1 نسبة إلى 3 هاي الـ 3 زين نشوف رابعا رابعا مطيني 90 سنتيمتر و 5 و 6 متر هنا مطيني خلينا نتبهي شوية على رابعا مطيني سنتيمتر ومطيني متر فالمتر كم سنتيمتر 100 سنتيمتر فراح نضرب المتر بس المتر 5 و 6 في اش قد في 100 راح نقول تحركت هنا الفارزة مرتبتين اذا تحركت مرتبتين وهنا عدي صفر فاذن بس صفر اخلي 560 اش راح اقول النسبة يساوينا 90 سنتيمتر على 560 90 سنتيمتر على 560 الصفر وهي الصفر يروح ويساوينا 9 على 56 9 على 56 بها ما بها اختصار اي ما بها اختصار تبقى هيتي 9 على 56 طبعا هنا سنتيمتر وهنا سنتيمتر هذه رابعا زين هسا عدي خامسا مطيني 14 يوم و 7 اسابيع 14 يوم و 7 اسابيع هنا راح نضرب السبع السبع اسابيع يعني ال 14 يوم و 7 اسابيع راح نضربها 7 في 7 49 يعني شو نقول نحول من اسبوع الى يوم فنقول 14 يوم و راح نضرب السبعة سبعة اسابيع في 7 سبع تيام يعني نقول 7 في 7 49 زين خلينا نختصر ال 14 على 49 2 على 7 بها 7 و 14 على 7 بها 2 و يساوينا 2 الى 7 هذه خامسا نشوف سادسا مطيني 8 تشهر 8 أشهر و 6 سنوات يلا عيني 8 أشهر و 6 سنوات هنا 8 أشهر من الأكبر الى الأصغر يعني نضرب ال 6 سنوات بمن في 12 شهر يعني السنة جد 12 شهر فرح نضرب 6 في 12 شهر يساوينا 6 في 2 6 في 12 و 6 في 1 6 و 1 7 إذن طلعنا 72 72 72 شهر فأكتب النسبة تساوينا أقول 8 أشهر 8 أشهر على 72 شهر 8 أشهر على 72 شهر على 8 بها 1 72 كم 8 بها 9 يعني 9 في 8 72 ويساوينا 1 نسبة إلى 9 1 إلى 9 هذه سادسة بقتل المسألة السابعة المسألة السابعة منطيني جدول التفاح 5 عدد التلاميذ والموز 7 عدد التلاميذ والبرتقال 4 والفراولة 10 والأنناس 9 يريد اكتب نسبة التلاميذ الذين يفضلون البرتقال إلى عدد الذين يفضلون التفاح فهنا اش راح سأسوي أقول النسبة تساوي يعني أول وحدة النسبة تساوي أقول عدد التلاميذ خلي هنا نكتبها خاف ما تلاحق عدد التلاميذ الذين يفضلون هاي من منطق السؤال يفضلون البرتقال على عدد التلاميذ الذين يفضلون البرتقال إلى التفاح زين اجقد عدد التلاميذ الذي يفضلون البرتقال اجقد البرتقال أربعة ولي يفضلون التفاح اجقد التفاح خمسة إذن أربعة إلى خمسة النسبة الثانية أقول عدد التلاميذ الذين يفضلون الاناناس على عدد التلاميذ الذين يفضلون الموز زين اجقد عدد التلاميذ الذين يفضلون الاناناس بالجدول اجقد الاناناس تسعة والموز الموز سبعة خبته خلص بس تسعة نسبة إلى سبعة إن شاء الله على الفيديو اللاخ راح نحل صفحة 102 أو إن شاء الله التوفيق